ويقول لك أنهم هم من يمدحون عائشة وهم يلعنون عائشة ليلة نهار وأبو بكر وعمر وعثمان ثم يقول لك رضي الله عنها يعني بأي بأي الألاء ربك ما تكذبان يا أهل الشياء وأنا لست من أفضلق بين الشياء أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في مناظرة دينية من البث المباشر على الهواء من استوديو الفضايا الأرمية نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا في هذه الأمسية عنواننا لهذه المناظرة هل محمد نبي من الله هل محمد نبي من الله بالنسبة للمسلمين فإن التساؤل والتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدد هم يؤمنون ويعتقدون الاعتقاد الراسخ بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة وبحسب اعتقادهم فأن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقد فإن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه وإن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد مرة أخرى عزائي المشاهدين عنوان حلقة اليوم هل محمد نبي من الله هل محمد نبي من الله أنا القص يوسف حبيبي يسعدني أن أشرف على هذه المناظرة لهذه الأمسية كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ضيفي حلقة اليوم معنا على الهواء الشيخ هشام الحسيني أمريكي من الأصل العراقي وهو مدير مركز كربلاء الإسلامي وإمام شيعي يخدم وسط جالية عربية غليباتها من أصول عراقية ولبنانية في مدينة ديربون في ولاية ميشيغن الأمريكية يعتبر الشيخ هشام الحسيني شخصية فعالة في المجتمع وله الدور الواضح والأكثر وله أكثر من 25 سنة في الأمور الاجتماعية خاصة في منطقة دوترويد وسوف يمثل الشيخ هشام الطرف المسلم في مناظرة هذه الأمسية ومعنى أيضا على الهواء مؤلف كتاب خدعة الله وهو مؤسس موقع ويهدف هذا الموقع إلى تعليم وفهم طبيعة الإسلام ومقارنة تعليمه بالإنجيل شارك في العديد من المناظرات في أنحاء الولايات المتحدة خصوصا في القضايا المتعلقة بالإسلام والمسيحية وسوف يمثل كيشن الطرف المسيحي في مناظرة هذه الأمسية فشكرا لضيفي الكريمين لتلبية الدعوة وسوف نستمع لكل منكم في الساعة الأولى كما هو معمول به في مناظراتنا ومن ثم نفتح خطوط الهاتف في الفترتين المقبلتين لتلقي اتصالات المشاهدين وأسئلتهم رقم هاتفنا كما هو معروف لديكم جميعا 248-416-1300 لنبدأ الآن المناظرة هل محمد نبي من الله؟ شيخ هشام معك سبع دقائق لطرح الموضوع فتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين لا تيما خاتمهم أب القاسم محمد صلى الله عليه وعليه وصحبه المنتجبين السلام عليكم جميعا أيها الأخوة الكرام وأيها القسل الكريم يوسف حبيبي وظيف الحديث شكرا لكم وشكرا لدعوتكم وشكرا للآرامية على هذا اللقاء نسأل الله أن يبارك بهذا اللقاء وينفع الناس به إن شاء الله بما يحب ويرضى لا تيما ونحن في هذه الأيام ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وكذلك قبل يومين كانت في ذكرى وفاة مريم العذراء سلام الله عليها فسبحان الله بين وفاة مريم وبين وفاة الرسول محمد سوف نرى ماذا يوفقنا الله وما يلهمنا لما فيه الخير والبركة من نوريهما من نور العذراء والخاتم نعم السؤال طبعا في البداية أنا حاولت أطلبت أنه نغير صيغة السؤال لأنه هو سؤال هجومي لحد ما أو هو سؤال الغائي يعني يلغي رسالة النبي محمد على كل حال لا بأس نحن نحترم آراءكم ونسأل الله أن يوفقنا للوغول عزائي المشاهدين نأسف لهذا العطل الفني فسنحاول بعض لحظات أن نتجاذب أطراف الحديث مرة أخرى مع الشيخ خشام الحسيني من مدينة ديربورن في ولاية مشيغن الأمريكية وحديثنا لهذه الأمسية هل محمد نبي من الله هل محمد نبي من الله وعلى ما أعتقد أن هذا الموضوع موضوع هام بيشغل المسيحيين ويشغل المسلمين وهناك منظرات كثيرة ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأردنا أن نطرحه من جديد عليكم من وجهة نظر أخرى فأعتقد لو نقدر نأخذ الأخ كريشين وبعد أن نرجع للشيخ الحسيني بعد أن يتم تصليح العطل الفني على التلفزيون أهل معي الأخ كريشين سلام المسيح معك أهلا وسلام بك يوسف أهلا وسلام بك كيف حالك نشكر الرب أمنى أن يعود الشيخ الحسيني أمين أن نستمتع بهذه المناظرة طيب أنا رح أعطي لك سبع دقائق عشان تبدأ من الآن تفضل سبع دقائق لتقديم الموضوع أتمنى أن ننتظر حتى يأتي لكي لا يكون يعني لأنه هو يفترض أن يرد علي فإذا لم يكن موجود فأكل يعني سوف نتكلم قليلا حتى يعود هو قال بأنه كان يتمنى أن يكون السؤال ليس بهذا الشكل طيب أخ كريشان وصل الاتصال وصل إلينا مرة أخرى في سوري رح أخليه يتكلم هلا وبعدين حضرتك رح ترد على الكلام تبعه من وجهة نظرك شكرا أخ كريشان الشيخ خشام معنا نعم إن شاء الله أهلا وسلامك فضل الله يحفظكم نعم لو وضعنا آليات لإثبات نبوة أي نبي فمثلا من خلال المعجزات أو من خلال ما جاء به من كلام سماوي ومن كتاب سماوي من عند الله هذه نقطة ثانية ومن خلال ما أدت هذه الرسالة من إصلاح في البشرية وسلام ووئام هذه الثلاثة ومن خلال ما وفق الرسول به من ربط الأمة بالله تعالى بالخالق من خلال وضع منهج عبادي لهذا الإنسان فمهمة الرسول بصورة مختصرة هو تحسين العلاقات بين الإنسان والإنسان وبين الإلسان والخالق وبين الإنسان والطبيعة فإذا تابعنا هذه النقاط كلها سنرى بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفق في رسالته ووفق في إصلاح البشرية لذلك في هذا اليوم نرى والحمد لله إن أتباع عيسى بن مريم عليه السلام هم مليار ونصف وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مليار ونصف تقريبا على كل حال أنا ما أدري إذا يسمح الوقت إلى ذكر بعض إجازات الرسول محمد من خلال تحريم الوئد من خلال تحريم العبودية واستعباد الإنسان للإنسان الآخر من خلال جعل الناس كلهم أخوة وسواسية على كل حال ربما في الحديث سوف نتابع شيخ وشام شيخ وشام عندك أربع دقائق لسه شكرا شكرا فإذن يجب أن لأجل أن نحكم على الرسول إذا كان فعلا هو من عند الله أم لا هل جاء بنظام عبادي يربط الإنسان بالله الخالق وهل أوجد نظاما اجتماعيا يتساوى فيه الجميع لا فرق بين عربيا وعجميا إلا بالتقوى خير الناس من نفع الناس الناس كلهم سواسية كأسنان المشط نعم هذه من ناحية ومن ناحية أخرى هل جاء هذا النظام لأن الإسلام هو نظام ورسالة محمد هو نظام ومحمد جاء لأجل أن ينقذ البشرية بعد أن كانت وكنتم على شفاء حضرة من النار فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنقذكم وأنجاكم منها فكان البعض يقتل البعض كان الوئد سائد ودفن البنات الأطفال الأبرياء وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كان هناك الإنسان يستعبد الإنسان وخصوصا إذا كان متأتي من خلال غزو أو شيء من هالقبيل المرأة لم تكن لها قيمة في ما قبل الإسلام في الجاهلية فجاء الإسلام ووضع نظاماً وإني أشبه هذا النظام بالميزان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا الميزان هو النظام فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم هو نظام اجتماعي متكامل لأجل تحسين حالة البشرية في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم إن هذه المعجزة العظيمة الخالدة التي جاء بها القرآن هذا القرآن الذي لو أنزلناه على جبل رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله هذا القرآن الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحواها لا نريد أن ندخل في عصر الكمبيوتر والأرقام ولكن بما جاء به من نظام اجتماعي اقتصادي سياسي بحيث أن محمد جاء من خلال الإسلام ومن خلال القرآن فأوجد نظاماً اجتماعياً ثم أوجد نظاماً سياسياً وأوجد نظاماً اقتصادياً لكن لسوء الحظ أن العالم في هذه الأيام متعصد وكل شيء اسمه إسلام خصوصاً العالم الغربي يرفضه لسوء الحظ لذلك ترى أن البشرية وأن العالم يتخبط سواء في أوروبا حتى في أمريكا اقتصادياً على كل حال وليست ربما آسيا بأحسن حال من أوروبا ومن الغرب على كل حال كل اللي أريد أقول هو أنه محمد هو رسول من عند الله أن أرسلناك مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فالرسول نعم هو نبي وإذا أردنا أن نقارنه بأي نبي آخر بموشى عليه السلام بعيسى عليه السلام بإبراهيم عليه السلام فسوف نرى أن الرسول محمد هو مبشر به بشر به هذه في النقاط القادمة سوف نتحدث أن الدين عند الله الإسلام هو دين واحد ولكن كل نبي يبني جزءاً منه كل نبي يبني قبعة من هذا الدين ويتكامل في خاتمهم لذلك قال الله تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا دين عيسى هو الإسلام دين موشى هو الإسلام دين إبراهيم هو الإسلام هو الذي سماكم مسلمين أبونا إبراهيم عليه السلام الخليل هو الذي سماه وكذلك دين محمد هو الإسلام الإسلام كلمة معناها بالإنجليزي سبمشن التفويض التسليم إلى الله البارئ وهذا هو دين عيسى ودين موسى ودين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم كل الأديان هي تبغي إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك يا خشاب نعم الوقت انتهى تبعك شكراً شكراً لكم أهلاً وسهلاً معي كمان الأخ كريشين أهلاً وسهلاً بك تفضل معك سبع دقائق من الآن أولاً نبدأ بالسلام السلام المسيح على الشيخ هشام ونرحب به معنا في البرنامج وأتمنى أن يكون هذا النقاش أن لا يأتي بضغينا بل أن يأتي بالحقيقة السيد هشام قال أولاً أن القرآن أو محمد دليل إثبات وجوده كرسول أنه أتى بمعجزات وأنا طبعاً أستغرب ما هي هذه المعجزات القرآن يتكلم عن أشياء ليس لها علاقة بالحقيقة ومليئ بالأخطاء العلمية التاريخية اللغوية وحتى أن محمد نفسه لم يصدق أنه كان نبيا فإذا ما ذهبنا إلى صورة يونس أقول الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي أن محمد كان يشك بأنه هو نفسه رسول وهنا أنا أتساءل يعني كيف يكون محمد رسولاً وقد رأى جبريل وقد أمسك به جبريل وأصره مراتنا إدى وقال له اقرأ ثم لا يزال محمد في شك من أمره وهو لا يعتقد بأنه رسول ثم يقول له ربه إن كنت في شك اذهب واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي الذين هم المسيحيين واليهود ونحن نعلم جميعاً أن المسيحيين واليهود أعطوا رأيهم بمحمد ورفضوه وبالتالي في هذه الآية تثبت بأن محمد ليس برسول لأنه الدليل الوحيد على ما قاله محمد لأنه رسول هو أن يسأل المسيحيين ويسأل يهود ثانياً يقول الشيخ عشام أن هذا الكتاب كتاب سماوي يعني معنى كلمة سماوي أن يكون هو وحي والقرآن يقول ما ما هو إلا وحي يوحى ولكن كلنا نعلم أن محمد لم يكلم ربه ولم يرى ربه ولم يستمع إلى ربه ولا ربه استمع إليه وإنما محمد يدعي بأن هناك شخص أتى إليه على شكل رجل على شكل عرابي مرة وعلى شكل ملاك بستمائة جناح وطبعاً القرآن يقول بأن الملائكة لها ثلاث وأربعة مثنى وثلاث من الأجنحة ثم يأتي محمد ويقول أن جبريل له سماء جناح طبعاً هذا يكشف أن هناك تلفيق في الكلام وتعارض مع القرآن ثم يقول الشيخ الحسيني أن هذه الرسالة وهي الإسلام يعني قد أدت إلى نشر السلام والوئام يعني أنا أسأله يا شيخ ألست أنت من العراق ولسنا نرى كل يوم في العراق مذابح تتبح بإسم الدين وبإسم الإسلام وكلهم من المسلمين والقاتل والمقتول مسلم أليس محمد وأتباع محمد بل وأحفاد محمد قتلوا على يد المسلمين والإسلام أليس الإسلام من تشر بالسيف والقتل والإرهاب أليس رسولك في كتابه وقال أنه سوف يلقي الرعب في قلوب الناس فإن السلام أن تلقي الرعب في قلوب الناس ناس لم يعادوك ناس لم يحاربوك الرسول الإسلام أرسل ثلاثة رسائل إلى ملك كسرى وإلى ملك إثيوبيا وإلى ملك الرومان وقال لهم بما فيه من معنى إما أن تسلموا أسلم تسلم ثم يقول لنا الشيخ أن الإسلام انتشر ونشر السلام إلى آخره الرومان لم يقادلوا الفرس لم يقاتلوا وحتى الأسيوبيين قد حموه وقد آوه فإذ به يتنكر للمعروف ويهاجمهم ثم يقول الشيخ أن الإسلام أتى بنظام منهج العبادة أصلا الإسلام لم يأتي بأي عبادة فالدوران والطواف حول الكعبة كان موجود وهو طقس وثني وتقبيل الحجر الأسود طقس وثني والحجر الأسود كان عبارة عن فرج المرأة قبل الإسلام والآن حتى الآن الصفة والمروة حتى أن المسلمين قالوا حينما طلب منهم أن يقوموا بالصفة والمروة لم يعجبهم هذا الشيء فقالوا لمحمد كيف نفعل ما فعله الكفار فأتت الآية وهي تقول يعني وإنما الصفة والمروة يعني هي من تقوس الله ولا خطيئة ولا جناحة عليكم أن تبتكبوها وكأنما يقول لا بأس أن تبتكبوا الخطيئة فإذن محمد أخذ ما كان يأتي به الوتنيون وجعله جزء من دينه ثم قال لنا الشيخ شام أن هذا دين جديد وعط منهج للعبادة محمد تارة يصلي إلى الشرق تارة يصلي إلى الغرب تارة يصلي إلى القدس ويدبه فجأة بعد أن قتل اليهود والمصارى يتوجه بالصلاة إلى مكة ويتحول دينه كله إلى مكة وكأن مكة لم تكن يوما موجودة والمسلمين يقول لنا أن الكعبة كانت مبنية وهي بيت الله الأقدس ثم لماذا كان يصلي إذن إلى القدس ونضيف على هذا بأن السيد هشام يقول أن المسلمين مليار ونص ونحن مليار ونص على ما يبدو السيد هشام لا يعيش في هذا العالم نحن أكثر من ثلاثة مليارات في هذا العالم أما عن وعد الأولاد وهذا فعلا شيء غريب لأن الشيخ الهاشمي على ما يبدو أنه لا يقرأ القرآن لأن القرآن يقول ببساطة بأن الذين وعدوا أولادهم كانوا يعني كانوا يعدون الأولاد بناء على أمر الله لا يعني لو شاء الله لما فعلوا وهذا ما قاله القرآن إذا ما ذهبنا إلى صورة الأنعام الآية 137 ثم تقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه أي أن قتل الأولاد ووعد الأولاد كان من أمر الله وفعلوه بأمر الله وبمشيئة الله لديهم وهو قد نسي بأن المسلمين يؤمنون بالقدر فأن تؤمن بالقدر خيرا وشرا وبالتالي فإن كل ما قدر الإنسان هو كان بالأصل مكتوبا في كتاب الله وبالتالي فهو يفعل ما فعل الله وما قال الله وما خصص له الله وبالتالي ليس له زم فهو يرتكب جريمة أو يرتكب أمرا جيدا هو ما تركب له قبل حتى أن يولد وهناك حديث وهو مذكور في كتب الشيعة أيضا أن موسى وآدم قد تحاجوا فقال موسى لآدم أنت من طردنا من الجنة بسببك أننا طردنا من الجنة فائز به آدم يقول له ألست ترى هذا أخ كريشان سيد كريشان وقتك قد اتهى شكرا أعطي الفرصة الآن للشيخ خشام للرد لديك خمس دقائق فضيلة الشيخ تفضل كمان عندنا عطل فن تاني طبعا يعطينا الصوت إذا كان ما في صورة يعني ألريت أعزائي المشاهدين أعطونا لحظات قليلة وبعدها نرجع إليكم لإصلاح هذا العطل الفن أنتم تعرفون الإنترنت دائما غير مستقر فبعض الأحيان يقطع وبعض الأحيان يرجع فنأسف لهذا الانقطاع وسنكون معكم بعد لحظات في مع الشيخ خشام الحسيني وموضوع اليوم هل محمد نبي من الله بالنسبة للمسلمين فأن التساؤل للتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدل كما سمعنا فهم يؤمنون ويعتقدون أن الاعتقاد الراسق بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة أي الوحي في الإسلام وبحسب اعتقادهم فأن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقل يعني ما تدرش تنتقد أي شيء فأن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه وأن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد مرة أخرى عنوان حلقة اليوم هو هل محمد نبي من الله أنا مثلا فضلت الشيخ مرة أخرى فضلت الشيخ معنا على التليفون ايه عزيزي معا اه طيب تفضل عنا خمس دقائق ترد على السيد كريشان تفضل طيب أيضا اه ما عرف ليش دي انقطع بس رح لأحنا إجا الصوت أعتقد مرة أخرى خليك صوتك مسموع هل في الستوديو معنا معنا خليك على التليفون هلو هلو معنا الشيخ خشام نعم نعم معا اه تفضل معاك خمس دقائق لترد على السيد كريشان إن شاء الله تفضل طبعا اه أنا متعجب من شيء واحد نعم إن الإسلام إن الإسلام بالأحرى الإسلام والمسيحية واليهودية هذه أديان سماوية تدعو إلى المحبة أنا أتعجب لقشاوة قلب الكريشان أو الشخص الذي معكم وإن روح القدس إذا دخل في قلب تدخل معه المحبة وإن المسيحية أو عيسى هو دين هو رسول المحبة على كل حال أنا ألمس شيء من الهجومية وشيء من العداء على كل إن أنا سوف وحاولا أجيب على هذه النقاط لكن لا أعرف لماذا تتسم هذا الإسلوب بالهجومية وبالعداء لأن الدين هو هو دين محبة والذي يحب الله يحب الإنسان من أصلح ما بينه بين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس وأنظر إلى أسلوب عيسى بن مريم مع ماريا المجدلية ومع الآخرين فأرجو أن تتحلى بالحكمة واللياقة على كل حال شيء هذا يتبع إلك وكل إنعن بالذي فيه ينضح على كل إن خليني أنا أحاول أن أرد سرعة لأنني معك ثلاث دقائق فضل ها يعني راح الدقيق تين آه على كل حال ادخل في الموضوع مباشرة على كل حال إن شاء الله الدين الإسلام يتفق بالعدالة وإن شاء الله أرى شيء من العدالة هنا على كل حال أنا سوف أهاجم أنا أستطيع أن أهاجم المسيحية من خلال عبادتهم للإنسان ومن خلال تأليههم للإنسان ومن خلال أنسنة الإله وتأليه الإنسان أنا أقدر أهجم بنفس الطريقة التي هجمتم بها ولكن لا أرجع إلى أين سوف ننتهي خلينا أناقش شغلة وحدة أن القتل والإرهاب الذي يدور في الشرق الأوسط وفي العراق هو من صنع الغربي أولا وليس من صنع الشرق هو من صنع الذين يخافون من الإسلام أن يتقدم يخافون من الإسلام أن يكتشح الأرض يخافون من الإسلام أن يستوعب كل الأرض وكل الدنيا لذلك حاولوا أن يزرعوا بيننا إرهابيين خرجوا من مدارس غربية وعلموهم الحقدة والكراهية والقتل لذلك لأجل أن يسيئوا إلى سمعة الإسلام ويسيئوا إلى سمعة محمد ويسيئوا إلى القرآن والله أتحداك أعطني أي معجزة سوف أعطيك واحدة منها أو أكبر منها في القرآن وفي الإسلام ولكن يا أخي الدين هو ليس حرب مع اليهودية وليس مع النصرانية بل هو مكمل لها فيجب من المؤمنين المسيحيين والمؤمنين من اليهود والمؤمنين من المسلمين أن يتكاتفوا لأجل إصلاح هذا العالم العالم يتدهور العالم يتفجر وأنت هنا تهاجم وتتحدى وتعادي يا أخي أنزل سيفك والنسح من عيسى بن مريم والنسح من العذراء والنسح من الثورات والإنجيل الذي جاء هدى ونورا للعالمين كفى هذه الهجومات وكفى هذه الاستهامات على كل أن تحر ويمكنك أن تعكس ما في دينك ولكن أقول بأن المسيحية مظلومة من خلال هذا الإسلوب وأنا سوف لن أنزل إلى مستوى هذه المهاترات أولا إذا سألتني لماذا محمد كان يصلي نحو القبلة الأولى بيت المقدس لأن أباه إبراهيم هناك لأن موسى هناك لأن عيسى هناك والصلاة لله تعالى وجهت وجهي لله أينما تولي وجوهكم فثم وجه الله تعالى ولكن أراد محمد وأراد الله أن يبين بأن الإسلام هو مصدق للذي بين يديكم من الثورات والإنجيل ومهيمنا عليه إذن هناك مساحة نلتقي بها وهناك مساحة جديدة لأن الإنسانية بعد كل خمسمائة سنة تحتاج إلى تجديد تحتاج إلى تسديد خصوصا حينما يعبد الإنسان إنسانا ولا يعبد الله الواحد وهنا أتحداك يا أخي مثلما هاجمتني أهاجمك أتحداك إن جئتني بالإنجيل بكلمة واحدة يقول عيسى بن مريم عليه السلام ابن الصديقة الطهرة يقول أنا الله فاعبدوني حاشا لله إنه كلامكم وإنه كفركم وإنه إلحادكم أنتم الذي غيرتم كلام الله وتحرفون الكلمة عن مواضعه فكفاكم هذا التغيير وهذا التحريف وعودوا إلى مريم عودوا إلى عيسى عودوا إلى النور الذي جاء من عند الله إلى الثورات والإنجيل وكفى هجوما لأن الذي يهاجم هو الضعيف وإنما الذي يمد يده إلى السلام هو القوي شكرا جزيلا شيخ وشام وقتك انتهى سأعطي الأخ كريشان خمس دقائق للرد على الشيخ وشام تفضل شكرا أخ كريشان تفضل المسلمين وأبو بكر وعمر وغيرهم وحتى عائشة وبعد ذلك في صلاة الساتحة في الآية رقم سبعة ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي أن صلاة المسلم لا تكتمل إلا إذا شتم الناس ثم يتكلم الأخ العزيز على أن نعود إلى كتاب ونعود إلى المحبة ثم حينما يتكلم المسلم يعني عن المحبة هل بإمكان الشيخ وهل يجرؤ أتحدى هل يجرؤ أن يقرأ لنا الصورة رقم خمسة الآية رقم أربعة عشر وهل تقول بأن الله سوف يفيد الناس ويفيد النصارى تحديدا بالعداوة والبغضاء بينهم وبين بعض كيف تجرؤ أن تتكلم عن المحبة وأنت رسولك وكتابك يقول وبالحرف الواحد وليس هذا كلامي أولا يصفن بالكفار لو قلنا أن السيد هشام كافر لجن جنونه ثم يصفن بالكفر ويقول أنه هو إنسان لطيف مسالم ويقول كتابه أن الله ومن الذين قالوا إن أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما دكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والمضحك المكي أن صورة المائدة تقول الآية رقم 91 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وإذ بالآية رقم 5 في نفس الآية عفوا الصورة تقول في رقم 14 بأن الذي ينشر العداوة والبغضاء بين الناس وخلصة بين المسيحيين هو الله فكيف تجرؤ يا هذا أن تقول بأنكم أهل حب وأهل محبة وتنشرون السلام ثم تدعي بأن الغرب هو من نشر الإرهاب يعني هل كانت أمريكا موجودة حينما كان رسولك يقتل الناس يمينة وشمالا هل ستتهم أمريكا بأنهم هم من قتلوا أحفاد محمد هل ستتهم عائشة بأنها كانت عميلة ماذا تقول يا هذا صراحة المسلمين أرى فيهم أجبا عجابا ثم يقول أن الإسلام يعني ليس فيه تعصب أنا أتحداه وأسأله لماذا في إيران الآن مساجين المسيحيون كل جريمتهم أنهم بشروا بالدين المسيحي وهناك قسطيس سوف يعدم قريبا فقط لأنه ترك الإسلام وأصبح مسيحيا ثم تتكلم عن التعصب أنت في أمريكا تتكلم عن الإسلام وتبشر في الإسلام ولا قتلوك ولا صدرات ولا شبها لك ثم إذا ما سألناك سؤالا بسيطا تقول أننا نعبد إنسانا يا رجل ألست أنتم أهل الشيعة تقول تقولون بأن أهل البيت هم أنوار هم أنوار إلهية بل أنكم تقولون بأن العالم كله خلق من أجب أهل البيت فما للذي يعبد بشرا ثم تقول أن المسيح بشر وتقول أعطني آية يقول فيها المسيح أنه يعني أنه أنا الله فاعبدوني أولا المسيح لن يقول هو الله لأن الله رب المسلمين هو ليس ربنا وليس لنا به علاقة لا من قريب ولا من بعيد نسي الشيخ بأننا يعني حينما نستخدم كلمة الله نستخدمها بمعنى الرب وأما إله المسلمين الذي يعبدوه وهو الساق نحن ليس لها علاقة لا به ولا من قريب ولا من بعيد المسيح يقول وهذا كلامه وليس كلامي أنا قال الرب لربي سأل المسيح اليهود عن المسيح فقال لهم ما رأيكم ماذا تقولون في المسيح قالوا له إنه ابن داود فقال لهم إذا كان هذا هو ابن داود فكيف يقول له داود قال الرب لربي اجلس على يميني وطبعا هذا موجود في إصحاح متة 22 وبإمكانك أن تقرأ من الآية 42 إلى آخر الآية فيقول لهم المسيح أن إذا كان داود يدعوه ربا فكيف يكون له ابنا فأنت تقول أين المسيح قال أنه رب ها هو يقول أنه رب هل سوف تصدق لا تصدق ثم نعود إلى أمر آخر أنت قلت الوعاء بما فيه ينضح حينما يقول محمد بالحرف الواحد من من تبجح أو من تفاخر أو من يعني الطعب بالجاهلية فعضوه بهن أبيه أي بمعنى اذهب وعض أخي كريشان وقت قد انتهى شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخي كريشان أعزائي المشاهدين سنأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم فابقوا معنا وفي هذه الفترة المقبلة سنأخذ بعض رقع التليفونات من المشاهدين فيبقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذه المناظرة على الهواء ممشارة من استوديو الأرمية وأنوان حديثنا هل محمد هو نبي الله للشيخ هشام والأخ كريشان في نصف الساعة الأول الآن سأعطي الشيخ هشام ثلاثة دقائق للرد على السيد كريشان وبعدها أعطي السيد كريشان أيضا ثلاثة دقائق للرد على الشيخ هشام فضل الشيخ هشام أشكرك أنا مرة أخرى أتعجب على هذا الأخ الكريم وتخبطه أتعجب على ما فيه من حقد على الإنسانية وعلى أبناء إسماعيل من العربي والمسلمين وأبناء إبراهيم عليه السلام أولا مرة أراه يتخبط ويدافع عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عائشة رضوان الله عليها أم المو مرة أخرى أعزائي المشاهدين نعتذر على هذه الإنقطاعات في الإنترنت وسنعاود الاتصال بكم في أقرى فرصة ممكنة مع الشيخ شام وموضوع اليوم كما ذكرنا هل محمد نبي من الله وكما ذكرنا بالنسبة للمسلمين فأن التساؤل للتحقيق في نبوة النبي محمد هو موضوع غير قابل للجدل إذا لم نستطع أن نشاهد الصورة سنعطي الأديو الصوت بدلا من الصورة ويمكن تستقر الأمور في الديبيت في هذه الأمسية عزائي المشاهدين طيب أخذ تليفون هلا لما يرجع أخرائد موجود معنا مساء الخير طيب الشيخ على التليفون تفضل فضيلة الشيخ معاك دقيقة واربعين دقيقة ألو الشيخ معي أعم معاك الشيخ تفضل فضيلة الشيخ تفضل أنا بس عندي سؤال لو سمحت أشو هذا البرنامج ما ينقطع عدكم بس لما أنا أتحدث ينقطع أشو مع الاستاع كريستيان ما ينقطع على كل حال لا فضيلة الشيخ إحا أنت وجدت صعوبة في الانترنت من قبل ما نبدأ البرنامج هو بش هو فقط على التليفون فإذا تحب تكون على التليفون إذا تحب تكون على شيخ أرشام إذا تحب تكون على التليفون أهلاً وسهلاً هو على التليفون فقط ما في صورة بس وصلت إلى كلمة يلا رجعت أنا رجعت لكم على كل حال طيب أنت هلا على البث المباشر أنت مسموع يعني حليلاً فضل طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم نعم يعني أنا أتعذر هذه الكم كي أكثر بيها حساسية فقط حينما وصل إلى إسرائيل على كل حال الموضوع الذي أتحدث إليه لا يوجد هناك CIA في وقت رسول الله لكن كان هناك صهاينة وأرى إلى هذا اليوم هناك صهاينة يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران إسرائيل تمتلك مئات من الرؤوس النووية وفي كل يوم تهاجم بلداً عربياً وأنت تسكت عنها أيها الظالم وأما إيران فلا تملك أي رأس نووي وتخافون منها لأنها على حق ولأنها تدعو إلى الإسلام وإلى الوئام على كل حال نعم أنا أقول بأن الذي جاء به الإسلام هو خير أما أهل البيت عليهم السلام فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليريب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نحن لم نعبد أهل البيت يا أخي فح معلوماتك وعد وقرأ القرآن وقرأ السنة النبوية قالوا أهل البيت عليه بالسلام قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الإلوهية نحن عباد مكرمون وحينما نصلي في صلاتنا نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولكن دع عنك الخوف في القرآن وارجع إلى كتابك إن كنت مسيحيا وأسألك سؤالا واحدا وأرجو أن تجيبني إياه هل أن عيسى خالق أم مخلوق أحب أن تجيبني عن هذا السؤال ولا تنسى ولكن أقول بأن الذي يعبد الإنسان نحن نتشرف بعبادة الرحمن كلنا عباد للرحمن لقد جاء قالت اليهود عزير بن الله وقالت المسيح والنصارى المسيح بن الله ونحن نقول أن محمدا عبده ورسوله أرجعنا العبودية إلى الله الواحد الأحد يا أخي من هو ربك أليس الله الواحد الأحد ومن هو رب موسى وإيسى أليس الله واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا إيسى ولا تجعله ربا يا أخي تنفل وتنزه عن هذا الكفر وارجع إلى عبودية الله الواحد الأحد الذي خلق إيسى والذي خلق مريم والذي خلق إبراهيم إن مثل إيسى كمثل آدم خلقه من تراب ارجع يا أخي واعبد الله الواحد الأحد ولا تعبد الإنسان لتعالى تعالى سوية لنحرر الإنسان من عبودية الإنسان لأن الإنسان إذا عبد الإنسان سوف يعود ويهيمن ويحتل أراضيهم ويبتز خيراتهم نعم إن كثير من هذه السياسة هو انعكاس للمبادئ الكافرة التي تعبد الإنسان وتؤله الإنسان لأن الإنسان إذا قال أن عيسى عليه السلام هو إله وهو أبيض وهو رجل فقد ظلمت بالمرأة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ السلس دقائق انتهت أعطي السيد كريشان لو سمحتم السيد كريشان والشيخ وشام إحنا خرجنا عن الموضوع هل لا إحنا دخلنا في إلوهية المسيح ودخلنا في شيء آخر إحنا موضوعنا النهاردة هل محمد نبي من عند الله فضيلة الشيخ تكلم والأخ كريشان تكلم فخلينا نحصر أفكارنا في هذا الموضوع عشان ما نقولش موضوعات أخرى لها حلقات أخرى فسيد كريشان نتفضل تلت دقائق طيب شكرا أولا هو قال طبعا لا بد أن نجيب عليه حتى لو أنه خرج عن الموضوع هو أصلا هدفه أن يخرج عن الموضوع لأنه لا يستطيع أن يثبت أن محمد هو رسول أما أن المسيح هو مخلوق يا سيدي يا عزيزي قرآنك يقول في صوت العمران بأن المسيح هو كلمة الله وهو روح الله وأيضا أنتم كل المسلمين تتفقون بأن كلام الله غير مخلوق وبالتالي كلامك مردود عليك والمسيح ليس بمخلوق بل إنه بخارق في صوت العمران الآية رقم 49 تقول أن المسيح ينفخ في الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يقول المسلم أن هذا بإذن الله هذا بعاءك وهذا كلامك هل لديك دليل؟ أأتي ببرهانكم إن كنتم صادقون أما عن قولك يا رجل بأن نحن لدينا حقد أنا قرأت لك آية من القرآن سورة المائدة الآية رقم 14 تقول بأن الله سوف يبس العداء والضغينة والكره بين المسيحيين وتتكلم عن الحقد تدافع عن أمريكا وأنت تحمل جوازا تدافع عن إيران وأنت تحمل جوازا أمريكيا هذا يثبت لأنك تمارس التقية ولهذا نحن نرفض محمد لأن محمد علم الناس الكذب ورخص لك أن تكون وتستخدم الكذب كسلاح بل أن الشيعة يقولون بأن التقية من لا تقية له لا إيمان وبالتالي من لا يكذب فهو ليس بمسلم بل أنهم طالوا وقال الحسن وقال غيرهم بأن الله ترسه هو التقية هو ترس الله والتالي حتى رسولكم يقول وأمتكم تقول بأن دفاع الله عن نفسه هو بالكذب ولهذا نرى القرآن يقول بأن الله قد شبه بالمسيح شخصا يشبهه فدافع عنه بهذه الطريقة وبالتالي فإن الله في القرآن غشاش المسيح نهانا حتى نقسم إما أن نقول نعم نعم أو نقول لا لا أما رسولكم وقرآنكم فأجاد لكم الكذب في ثلاث للزوجة وللعائلة وللأصدقاء وللأعداء فأنا أسألك من بقى لم يبقى حد أما أنت تقول عائشة رضي الله عنها أنا أتساءل وأتعجب هناك آلاف التسجيلات للشيخ الشيرازي وغيرهم وحتى الخميني الذي قال في كتابه في تأخير الوسيلة السطحة 241 يجوز التمتع بالرضيعة حتى الرضيعة رقصت بها بالتمتع جنسيا وتقول هنا أن هذا كتاب عند الله حتى الحيوانات تقبل أن تفعل ما يفعل به رسول الله الذي تقول أنه رسول تمتع برضيعة عمرها يوم واحد وهذا في كلام الخميني وأنا أتحداك أن تدين كلام الخميني وتقول أن الخميني ليس بمسلم بل أنك تدافع عنه وتدافع عن إيران وكأنك إيراني شكرا أخي كريشن وقتك قد انتهى فضلت الشيخ تفضل رد على أخذ الوقت هذا العميل الصهيوني أخذ الوقت هذا الكافر عندك ثلاث دقائق تفضل صيب يا أخي اقسم بالله أن هذا عميل صهيوني وأنا لا أتشرف باللقاء والمناظرة مع عميل صهيوني إنه يكره عيسى إنه يكره التوراة والإنجيل لأنه يسيء إلى المسيحية بهذا الإسلوب يسيء إلى الله بهذا الإسلوب ويتهجم يا أخي نحن نريد أن نتعاون مع المسيح ومع أتباع عيسى بن مريم لأن ديننا هو دين مكمل لدينكم وهناك أواصر والتقاءات أنت تريد أن تشحن العداء والبغضاء ولا يعمل ذلك إلا الصهاينة الذين يريدون أن يوقعوا العداوة بين أمريكا وإيران بين المسلمين وبين المسيحيين وهذا دورك أنت الآن تقوم به والله أنك عميل صهيوني والله أنك مدفوعا من قبل الصهاينة والله أنك تدافع عن الصهاينة وتريد أن توقع العداوة بين المسيح والإسلام لأنهم أكبر الأديان أنك صهيوني تريد أن تشحن الحرب وتشحن البغضاء بين المسلمين وبين المسيحيين ونحن في العراق والله أنا كنت في جامعة بغداد أذهب إلى الكنائس وأدعو لهم ويأتون معي إلى حضرة الإمام الكاظم عليه الصلاة ويصلون معي وكنا ولا نزال نعيش سوية لكن من أمثالك العملاء الصهاينة الذين يريدون أن يزرعوا البغضاء ويشيعوا الفحشاء بين الناس أنتم لا تستحقون هذه الفرصة لأنكم تلوثون إسم المسيحية أنت أنت بالذات أيها العميل الصهيوني تلوث شمعة المسيحية تلوث شمعة عيسى بن مريم تلوث شمعة العذراء سلام الله عليها لذلك أنا لا كنت أعلم بأن المستوى بهذا الضحالة وأن الذي معي بهذا المستوى أنا أتنفل وأنا أتسامى عن مثل هذا اللقاء مع مثلك أيها الصهيوني العميل الذي تريد أن توقع العداوة بين المسلمين وبين المسيحيين والله أسأل الله أن يستيقظ أخواني المسيحيون وأن يرفض من أمثالك الذين لا يحبون إلا الحرب ولا يحبون إلا الدماء ومع ذلك أقول لك أن الدنيا لا تزال فيها خير وسوف يعود عيسى بن مريم ويعود معه المهدي المنتبر صاحب العصر والزمان فيبلأ الأرض قصة وعدلة بعد أن ملئ الظلما وجورة نعم أنا أؤمن بأن الأديان فيها عوامل متناظرة يعني عوامل ديناميكية وعوامل متشابهة عوامل متغيرة أما التشابه فهو الاثنى عشرية إيسى بن مريم كان معه حواريون اثنى عشر وموسى بن عمران كان معه اثنى عشر من قبل إسرائيل ومحمد كان معه شكرا فضيلة الشيخ ثلاث دقائق انتهي هروح مع لأخ كريشان كمال مرة أعطي لك ثلاث دقائق عشان ترد على الشيخ خشام الغريب أنه اتهمني بالصهيونية وأنا حتى لم أدافع عن إسرائيل كلما سألته كيف تقول أنك كيف تهاجم أمريكا وتدافع عن إيران ونحن ليس لنا علاقة بالموضوع بإيران هو من تكلم عن إيران نحن نتكلم عن القرآن وإذ به يقفز إلى إيران ثم تقول أنكم دين سلام أليس في الآية في القرآنك تقول ولا تهنوا ولا دعوا إلى السلم وأنتم الأعلون بمعناه أنكم لا تقبلون السلم طالما أنكم أقويا ولكن طالما أنكم أذل فتأتون إلى السلم هذا هي التقية أنتم شعب كاذب ومنافق ولا تقول الحقيقة كما هي وتقول أننا نحن نحاول أن نفضلق بين الناس أنا أطيتك آية من القرآن تقول أن الله ينشر العداوة والبغضاء بين النصارى لم ترد عليها هل هذا يعني أن ربك عميل هل هو عميل للصيونية أليس إلهك من قال أني سوف أنشر العداوة والبغضاء بين نصارى ليس لك رد عليها سألتك عن الخمين الذي أحل الاستمتاع بالرضيعة ليس لك رد عليها أنت تخرج عن الموضوع لأنه ليس لك رد وبالتالي أنا أسألك للمرة الأخيرة لماذا لا تجيب الخمين قال أنه يزوج أن يستمتع المسلم بالرضيعة هل هذا هو الإسلام أتحداك أن ترد وسوف يعطيك المايك ولن ترد ولو حتى بعد عشرين سنة وكلما سوف تقوله أنت صهيوني لم أتكلم حتى عن إسرائيل بكلمة أنت من تكلم عن إسرائيل ثم تعال هنا أليس إلهك من قال بأنه فضل إسرائيل على العالمين أليس هو الذي قالهم في صورة المائدة الآية 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي أنها أرض كتبها الله لليهود ثم تسألني لماذا هي إسرائيل موجودة اسأل ربك الذي أشاع هذه الحرب وهو الذي أعطاهم هذه الأرض وهو الذي نشر الرعب بين الناس وهو الآن سبب الحرب بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين ولست أنا من قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم هذا إلهك اسأله هل كان هذا الإله أحمق حينما قال هذه الأرض هي أرض إسرائيل هذا ليس إنجيلا بل هذا قرآن يقول هذا الكلام فلا تتكلم عن إسرائيل إن كنت لا تطيع أن تواجه في هذا الموضوع وأنا أعيد إليك الكرة أتحداك أن تدين الخميني الذي قال ويجيز الاستمتاع بالرضيع والتفخيذ لها وتحداك أن تقسم بربك ويجود لك أن تكذب بالقسم وتعلم أنت هذا لأنك لا تستطيع أن تكذب عن الناس فالناس سوف يذهبون للإنترنت وسوف يحثون في اليوتيوب عن شتم عائشة من قبل الشيعة أنت تقول نحن لا نجتم عائشة بل أنك قلت عائشة رضي الله عنها منذ متى القرآن شكراً أخي كريشان وقتك قد انتهب سأعطي الشيخ مرة أخرى الفرصة لثلاث دقائق أخرى للرد فضل فضلت الشيخ إن شاء الله أولاً هناك آراء عند المراجع ولكن حديثنا هو ليس عن السيد الخميني رحمة الله عليه عشان هيك أنا قلت خرجنا عن الموضوع أنا دا أصلح بسمهلني حديثنا عن الرسول محمد لذلك لذلك إن هذا الصهيوني يريد أن يفتح مجالاً بين الشيعة والسنة هو الذي يريد هو الذي يدافع عن عائشة رضي الله عليها هو يريد يفتح الحرب بين الشيعة والسنة هذا صاحبك الصهيوني لكن أنا أرجع وألقي الكرة في ساحتك لأنك أنت مدافع عن الصهيونية أعطيني التليفون لو سمحت إذا كان التليفون جاهز نأسف للمضط على الآخر أنه دا عندنا يعني الوضع غير الإلكترونيات غير مستقرة اليوم الإنترنت طبعاً مش في من أقدر نتحكم في يعني الإرسال طبع الإنترنت آآ مرات بيجي ومرات بيروح لكن آآ خلينا نوقف الساعة تابعة الإيقاف آآ لو مرة أخرى طيب طيب غير الساعة الإيقاف حطها لو سمحت على دقيقتين ونص كمان طيب تفضل لفضلة الشيخ هلو ايو اتطلل انت مع التليفون هل اتطلل طيب 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 هذا أرجع وأقول ما أعرف ليش بس أجيب اسم إسرائيل هذا التليفون ينقطع أو الكمبيوتر بنقطع طيب نرجع إلى الحديث يا أخي أريد أن أبشرك بأن الله تعالى قال عن بني إسرائيل فضلنا بني إسرائيل على العالم حينما كانوا يتبعون موسى بن عمران ويتبعون أنبياءهم ولكن حينما راحوا يقتلون الأنبياء غضب الله عليهم فأصبحوا من المغضوب عليهم وأما المسيحيين أحبانا وأعزانا الذين راحوا يؤلهون الإنسان فظلوا عن الطريق هذا ما نراه في معقدنا ولكن هم أهل كتاب ولكن هم من الأديان السماوية المحترمة على كل حال شيخ خشام موضوع ولهية المسيح هذا موضوع ممكن نناقشه لحاله موضوع في حلقة أخرى طيب وهو صاحبك لهذا الذي يفتح المواضيع ويدافع عن عائشة ويهاجم الخميلة هذا صاحبك يا حبيبي يا أخي على كل حال دعني أكمل لأن هذا وقت يضيع طيب أن أبشرك أن الله دافع عن بني إسرائيل حينما كانوا في استقامه ولكن أبشرك بمشارة في القرآن قالها الله تعالى وإذا جاء وعد أخراها هناك كرة أخرى لأن الصهاينة هم ظلمة الآن وهم يقتلون الأبرياء في فلسطين والعملاء من أمثالك يدافعون عنهم وعن جرائمهم لذلك أقول لك أن القرآن يبشرنا بعودة المسلمين إلى القدس وقريب وإن شاء الله سوف يضرد من أمثالك الصهاينة من القدس الشريفة التي دنتها الصهاينة من أمثالك والأعوان إسرائيل من أمثالك فأبشرك بمشارة بشرنا بها رسول الله محمد من عند الله تعالى في القرآن الكريم سوف يأتي اليوم القريب الذي يدخل فيه المؤمنون إلى القدس ويضرد من أمثالك ويرجع التعايش ما يحب בש من الناorry بين المسلمين وبين المسيحيين شكرا فضيلة الشيخ الوقت انتهى يريد أن دعوك مع معي على التلفه والسكايب عشان أgasps we can Sammy نروح على التلفه خليك على التلتين مع اما اغuste ويتفعت short just إذا ما أدع اسم استرائايل فقط كايف نروح على التلفه مباشرة من غير تعطيل شكرا اخ Christian افضل مع عق marine دقائق المسلمين لديهم أقضى وهي إسرائيل فهناك حديث يقول عن محمد أنه لو لا بني إسرائيل لما فتد اللحم يعني حتى البراد نحن نستخدمه اليوم بسبب الإسرائيليين ثانيا هو الذي فتح موضوع إسرائيل وليس أنا وهو الذي فتح موضوع عائشة وليس أنا وهو الذي تكلم عن السلام والإرهاب أنا سألته أسئلة واضحة ولم يجيب وحتى الآن لن يستطيع أن يجيب أنا سألته ببساطة يا رجل إلهك يقول أنه سوف ينشر العداوة والبغضاء بين المسيحيين أين الرد؟ ليس هناك رد من أول الحلقة يا رجل أنت تقول الآن بأنكم سوف تقتلون اليهود وسوف تقتلون الإسرائيليين وسوف تنتصرون عليهم وسوف تطردونهم وفي بداية الحلقة قلت لنا أن الإسلام ينشر السلام فألم يعني أنت تناقض نفسك بنفسك وتكشف عن وجهك الحقيقي التقية لن تنفعك المسلمين الشياء يمارسون التقية في كل شيء حتى في اللبن الذي يشربوه هما شعب تمرس في الكذب وعاش على الكذب ويموت على الكذب وهو يقول لك أنهم هم من يمدحون عائشة وهم يلعنون عائشة ليلة نهار وأبو بكر وعمر وعثمان ثم يقول لك رضي الله عنها يعني بأي بأي الألاء ربك ما تكذبان يا أهل الشياء وأنا لست من أفضلق بين الشياء والسنة أنتم تكرهون بعضكم البعض أنا أعطي لك وقائع ولا أصمع وقائع هي موجودة أنتم قتلتم بعضكم البعض وليس المسيحين أو اليهود من أوقع بينكم فلماذا ترني كل أشراركم على اليهود أو المسيحيين ثم سألتك نسال بسيط أنت تقول أن في القرآن معجزات أنا أتحباك أن تجيب ببساطة من خلق الله أولا الشجر أم النجوم سؤال بسيط إذا ما سألناه لطفل في السادس من العمر سوف يجيب وسوف يرى الجميع أن الشيخ الحسيني مع كل علمه الذي هو غير معلوم ومع كل جعله الذي هو معلوم لن يجيب من خلق الله أولا الشجر أم النجوم وأنا أعطي ما تبقى من وقتي بهذا الشيخ الفضيل لكي يجيب ولن أتهمك بأن تكون صهيونيا لأنك لا تحلم شكرا تليفونات أعزائي المشاهدين التليفونات لازم تكون موجهة لموضوع الحلقة المكالمة التليفونية راح تكون مش موجهة لموضوع الحلقة راح ألغيها فخلوكم يعني بالتحديد من غير هجوم من غير تهكم على أي شيء خلينا في الموضوع وأسئلتنا ومكالماتنا وتعليقاتنا تدور على موضوع اليوم معي مكالمة تليفونية من الأخ رائد مساء الخير ألو أيها تفضل مساء الخير سلام المسيح معكم ومع روحك أيضا شكرا الله يخليك بس ردت أسأل سمحت الشيخ أيها إنه من دي جاوب يعني إنه سأله خلي ينطي معجزة عملها وحدة يعني معجزة وحدة أم سويها محمد خلي ينطيها هاي المعجزة وخلي يذكر إنه هو نبي خلي يذبت له لا يتهجم لا يعني لي يتهجم إنه دين نعرف إنه هو حق هو المحبة والسلام آه أول سؤال ثاني سؤال أيو أيو أنت معي ثاني سؤال يقول الإسلام جاء من المسيحية وجاء من اليهودية زيان المسيحية واليهودية والأبون إبراهيم كانوا حرضوا على القتل حرضوا على كل شي هذا سؤالي طيب يعني أنت بدك الشيخ الشيخ الشام يرد على هذه السؤالين تفضل شيخ الشام أعتقد أنك استماعت إلى الأسئلة من المشاهد نعم أولا كثيرة هي المعجزات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هو بدي يسكر واحدة منها أولا أولا امهلني امهلني فضل أولا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فإذا شق الله البحر لموسى بن عمران فقد شق القمر لمحمد وحينما نزلت ناس الفضائية على القمر وجدوا هناك رينغ روح للإنترنت وعلى جوجل اكتب سفليت ذامون رينغ أراؤون ذامون ترى أن الله سبحانه وتعالى قد فلق القمر لمحمد هذه أول المعجزات ثانيا عرج به إلى السماء وكلم الله تكليما كما كلم موسى وإبراهيم سلام الله عليه وهناك لا يستسع الوقت طيب السؤال الثاني عن معجزات الله عن معجزات الله تعالى في كل خطوة أنا أدعوكم إلى متحف كربلاء الذي يقارن بين معجزات عيسى وموسى وإبراهيم ومعجزات محمد تفضلوا ودورونا ففي كل مكان هناك هناك نظائر يعني مثلا هناك العذراء مريم سلام الله سيد السلام العالمين هنا فاطمة الزهراء هنا ذبيح آل إبراهيم يحيى بن زكريا هنا ذبيح آل محمد الحسين هنا المنقذ لآل إبراهيم عيسى بن مريم القائم هنا المهدي القائم وهنا 12 أصباط ممكن تجيب على السؤال الثاني تابعه يا حبيبي ممكن تجيب على السؤال الثاني تابعه اللي هو لو سمحت اللي هو اللي بيقول الإسلام جاء من اليهودية والمسيحية لا كلا أولا أولا أريد أن أقول لك أن هناك قاعدة مشتركة بين الأديان الثلاثة الإبراهيمية المسيحية واليهودية والإسلام وهي التوحيد قاعدة التوحيد لأن هذه الأديان جاء بها أبونا إبراهيم ثم عززها وجاء أيوة طيب انقطع الإرسال خلينا أخذ مكالمة من الأخ فادي أولا سلام النسيح معك عزيزي ومع روحك أيضا اتفضل ومع كل الضيفين الموجودين معك عزيزي شكرا نعم طيبا الشيخ الحسيني يخرج عن الموضوع مرارا وتكرارا فقضيته بخصوص المسيحية ذاها جانبا عزيزي الشيخ أنا من العراق وتحياتي للعزيزي الشيخ وتحياتي لكريسيون بوريس أيضا أول شيء أنا متابع للمناظر وانا عندي كم نقطة أولا نتكلم عن الارهاب عزيزي وانا تل الشيخ قضية مقتل الحسين أليس ترهاب؟ أليس أن يأخذوا في أحد يزيد بالمعاوية يأخذون أهل البيت من العراق من الكوف والبطرة إلى الشارع أليس أن ترهاب؟ بل أود أن أقول المعزيزي أود أن أقول ماذا قال الإمام الباقر كيف ما يقول الإمام الباقر ويقول أنه أفتح الكلام بس بسرعة عشان مكالمات أخرى لو سمحت خليك في النقطة اللي أنت أنت ولتنا النقطة الأولى شو النقطة الثانية بس حابب أفتح أن أقول هذه الجزء يقول من أسل الإرهاب إمام الباقر يقول وقتلت شيعتنا بكل بلدة وقفعت الأيدي والأرجل وقتلت من يذكر بحبنا والإنقطاع علينا السجنة أو نقصة مالة أو هتمة دارة هل هذا إرهاب؟ هل هذا إرهاب أمريكيا أو سريوني؟ هل إرهاب من جمهور العزيزي؟ هذه فأحد نعم ثانيا ثانيا أبوات محمد أي نبوة تسلم؟ قالوا أخرج لنا ماء عشان نؤمن فيك كما كان موسى يحسن ماء كما كان يعمل معجزات أعطينا معجزة محمد أم يجب المعجزة بل وقال عنه أهل القريب أهل القريب أهل القريب أهل القريب أهل القريب تحية لك وإلى ضيفيك الكريمين شكرا الشيخ حشام والسيد كريستيان طيب تفضل طبعا مثل ما سمعنا أنه المتنارران خرجا عن بحث الموضوع عن الموضوع بس يعني أنا ما أحب أدخل في التفاصيل اللي هما دخلوا بيها أيو لكن أسأل السيد كريستيان أهل قلناه في صلب الموضوع وهو هل أن الرسول صلى الله عليه وآله هل هو نبي؟ طبعا هذا السؤال هو بالحقيقة يعني أنا تفاجأت به إذا أريد يعني نسبة أنه هو نبي أول نبي الأصل أروح للأصل يعني كل شيء في أصوله الأصل هو نبي فإذا كان عكس ذلك لازم هو يبيننا يعني التعاءات يبيننا شغلات يقينية يعني أنه غيرنا هذا الشيء الشيء الثاني طبعا هذا السؤال السؤال الثاني أيوه أطلب من السيد كريستيان أيوه يعطيني تفاصيل الحياة بالنسبة للدين لكريستيان يعني مثلا إحنا عدنا قانون يعني عدنا قانون شو سؤال رقم اثنين لو سمحت شو سؤال رقم اثنين أريد قوانين القوانين الإلهية القوانين الدينية بالنسبة للمسيح مثلا إحنا عدنا عدنا في الموت عدنا قانون في الجلوس عدنا قانون في الصلاة في الصوت في كل شيء عدنا قانون يعني أنا أستسمع بالمحاضرة القيس أو نفسي تهوى كريستيان من روح للكنيسة أو ربما أي أحد بيروح ويشوف يعني إحنا ما نشوف قوانين بس الخطيئة والخطيئة وما أعرف إيش أنا أريد قانون في الأكل مثلا عدكم قانون في اللحم وما في الموت ما في قانون ما في قانون يعني بس الخطيئة والمعرف إيش واليسوع وما احتراماتنا طبعا يعني أنا أريد لازم إذا هو يقول إحنا دين على حقيقة ودين صحيح ودين يعني خطيني القانون الحياة أنا أسترد أصير أنا مسلم وأستجزعة من الإسلام وأسترد أصير مسيحي أوكي؟ لازم في منظومة للحياة يعني مثل معهز المسلمين عندهم قوانين في الوضوء في الصلاة في الصهارة في الزواج في كل شيء المسيح بتوني وين قوانينكم يعني أنا أنا ما دعوا شكرا فهمت مقصودك من السؤالين فأعطي الفرصة للأخ كريشن إن هو يجاوبك هل الرسول النبي وأعطينا القوانين اللي بتتبعها المسيحية في عبادتها في تشكيلها في ممارساتها الحياتية في كل يوم تفضل أخي كريشن أصلا كتابنا هو كتاب القوانين وليس كتابكم يا عزيزي فإذا مجردت إلى كتاب التفنية سوف ترى هناك كل تفاصيل الحياة بالتفصيل الممل حتى إذا ما سلق فلان حمار فلان ما هو القانون أما في قرآنك حتى الاغتصاب تصور ليس هناك عقوبة للاغتصاب في الإسلام بل أنكم قلتم بأن الاغتصاب لا حد عليه يعني أنتم قضيتم عمركم تتعلمون قوانين كيف تغسلون أعضاءكم التناسلية الله لديه وقت لكي يكلمكم عن النملة تكلم سليمان وليس لديه وقت لكي يكلمك أما هي عقوبة للاغتصاب بل أنه ليس هناك عقوبة ثانيا تقول مؤجزات محمد السيد الحسيني قال أن محمد قال انشق القمر يا أخي هذه الآية تثبت بأن محمد شخص يأذب لماذا لأنه يقول دنت الساعة وانشق القمر يعني أن هذه كانت علامة من علامات الساعة ولم تأتي الساعة ذهب ألف عام وذهب مئات الأعوام بعدها ولم تأتي الساعة ويضحكون على النملة يقولون أن القمر انشق لو انشق القمر ليحظة لدمرت الأرض على الأقل بالطوفان وكلما رأاه محمد كان عبارة عن الخسوف أو الكسوف فأعتقد محمد بأن هذا انشقاق القمر واسأل نفسك يا هذا لماذا لن يرى انشقاق القمر غير محمد وكيف تقول اقتربت الساعة أما عن المؤجزات الأخرى فإن صورة الطارق تقول بأن للرجل والمرأة ما يأتي من صلب الرجل يعني القرآن يؤمن بأن ما الرجل يأتي من عظام الظهر وهل هذا كلام العلمي بل أنه يقول أن ماء المرأة يأتي من الترائب وهو موقع القلادة هل هذا كلام علمي كيف يقول رب المسلمين بأن المرأة لديها نطاف وهذا النطاف يأتي من صدرها وماء الرجل يقول محمد فيه أبيض وغليظ وماء المرأة هو أصفر ورقيق وحينما يلتقي الرجل بماء المرأة وبماء الرجل يكون الحمل وهذا يثبت بأن محمد يقذب سألت سؤالا بسيط على سبيل المثال في صورة فصلة الآية رقم اقرأ من الآية تسعة وعشرة وإلى آخره واقرأ واقرأ في صورة النازعات من الآية سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون وواحوة ثلاثون وواحدة تقول أن الله خلق الأشجار أولا ثم خلق النجوم والآية الأخرى تقول أن الله خلق النجوم أولا والأشجار ثانيا هذا تناقض وقرآنك نفسه يقول لو كان هذا الكتاب من غير عند الله لو وجدتم فيه اختلافا كثيرا أي أن القرآن قال بما فيه بالحرف أن التناقض هو الدليل على أن هذا الكتاب من عند الله أو لا وهذا كلام القرآنك فإذا كان الله قال إذا ما وجدنا تناقض هذا ليس القرآن خمس دقائق للرد وبعد أعطي خمس دقائق أخرى للأخ كريشن وبعدين سأفتح كتب التليفونات لدقائق معدودة وبعد أن ننتهي برنامج اليوم فضلت الشيخ تفضل معك خمس دقائق لتعقيب على موضوع اليوم شكرا يا أخي طبعا أنا حقيقة فاجأت أنا أول مرة أدخل على الأرامية وما متوقع أنه هكذا مهاترات لأن الدين هو دين محبة وأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على كل حال نفوض أمرنا إلى الله وندخل في هذا الإبتلاء أولا مساحة كيل جدا ضيقة ليش؟ لأنه يهاجم نبيي وأنا أحب نبيه لا أهاجمه فإذا لا أستطيع أن أقذف نبيه مثل ما يقذف نبيه هاي وحدة اثنيا أنا أدعو إلى الوئام وإلى التعايش السلمي وهو يدعو إلى الفرقة والمنابذة والشحناء والبغضاء ثلاثة أنا حينما أقول بأن الإسلام جاء لطهر الأرض من المنافقين ومن أعداء الله من أمثال هذا الرجل الحقيقة الإسلام يريد أن يقارع أعداء موسى وعيسى فنحن ندافع عن موسى وندافع عن عيسى ونحارب أعداءهم من الذين يدعون اليهودية أو يدعون النصرانية نحن ندافع عن موسى وعيسى سلام الله عليه ثلاثة أن أريد أن أسألك يا أخي لأن مساحتي جدا ضيقة أريد أن أسألك بأن عيسى عليه السلام هل هو عابد أم معبود ألم يقل أني أعبد ربي أعبد أبي أعبد أصلي إلى الله قل لي أين تقول التوراة والإنجيل بأن الله يصلي لعيسى أسألك بالله وأسأل الله أن يظهر الحق بهذه الليلة بحق عيسى بن مريم ومؤمه العذراء من يعبد الآخر عيسى يعبد الله أم الله يعبد عيسى لذلك يا أخي ارجع إلى بميرك ارجع إلى عقلك وكفة عن السهجم أيها الحاقد أيها الصهيوني ما هذا الحقد والكراهية أنا أتعجب والله أن المسيحية بريئة منك ومن أمثالك وأن الآرامية هي أكبر من أن تخرج أناسا مثلك لا أستطيع أن أتهجم على إيسى ولا على موسى وأنت تهاجم نبيي بعدين أنه أصلا هو الموضوع بأساسه ليس بعادل لأن نبينا محمد فتريدني أن أستسلم إلى كفرك إلى حقدك إلى نقافك إلى نفاقك إلى صهيونيتك يا أخي ما هذه المزعطة ما هذه المهزلة والله إنه ظلم اللهم إشهد على كل حال أنا أدافع عن مبادئ عيسى ومبادئ موسى ومبادئ محمد لأنها كلها واحدة ولكن هناك بعض التغييرات لأن البشرية كل خمسمائة سنة تحتاج إلى تغيير أن القاعدة المتشابهة هو عبادة الله الواحد الأحد لا تكفر أحد نحن لا نكفر اليهود ولا المصارى الذين يتبعون عيسى وموسى ولكن لا نحب الذين خرجوا عن جادة عيسى وموسى ونقاتلهم كما نقاتل المنافقين المارقين الذين يبدعون الإسلام الإرهابيين مثلا نحن نقاتلهم وإن يبدعون الإسلام وكذلك من الصهيونية سوف لن نقضي فبكتوا في الأيدي وهم يهينون وهم يهينون الثورات ويهينون الإنجيل فلذلك نحن المسلمون وأقولها بملء فمي ندافع عن محمد وندافع عن عيسى وندافع عن موسى وندافع عن إبراهيم لأن الدين واحد أن الدين عند الله الإسلام وإن الله واحد قل لي بربك كيف ممكن أن يكون الله واحداً وهو ثلاثة لا تقول ثالثة ثلاثة يا أخي ارجعوا إلى فطرشكم هذا موضوع آخر فضلت الشيخ هذا موضوع آخر شكراً جزيلاً ما أريد أن أأتي بنقطة في كتابكم ترجعني إلى كتابي وحتى عنوان موضوعكم هو تشكيك بنبيي أي ما الإنصاف والعدالة أيها المسيحيون ما عشان هيك عطيناك الوقت عشان ترد على هذا الموضوع طيب أعطي الفرصة لأخ كريشان كمان معك خمس دقائق عشان ننهي بها البرنامج اليوم تفضل الشيخ الحسيني يبكي وهو الذي وافق على عنوان الموضوع إذا كنت لا توافق لا توافق لماذا أتيت أنت تبكي لأجزك ثم الآن جميع سمعك وأنت تكذب أنت قلت نحن لا نكثر المسيحيين أنا أقول لك هذه ليست شتيمة يا كذاب اقرأ معي صورة المائدة الآية رقم ثلاثة وسبعون وهي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة وما إلى آخر الآية كيف تكذب على الناس وهناك ملايين يسمعونك وتقول نحن لا نكثر المسيحيين وأنت الآن قد سألتني كيف تقولون أن ربكم ثلاثة ثم تقول أنكم لا تكثرون أي أنك تعنينا أنك تتكلم عنا فأنت يا شيخ كذاب وأنا لا أشتم هذه صفة موجودة فيك وقد ضبطت بالجرم متلبسا وقد قلت من لحظة نحن لا نكثر والقرآن أمامك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة إلا إذا كنت خارجاً عنه لك الإسلام ولا تعترف بهذه الآية ثم أنك قلت بأنه سوف تطهر العالم أنتم مسلمون سوف تطهرون العالم من أمثال من الأمثال من المسيحيين واليهود يعني أنك تقول بأنكم سوف تذبحون وتقتلون وتتكلم عن السلام والإخاء لمجرد أني لم أوافق معك أنت تهدد بالقتل وبالتطهير التطهير العرقي التطهير الديني أنت قلتها وسمعتها والكل يشهد عليها يا شيخ أنت تبكي وأنت تنادي يعني بصراحة في وعاء الكذب أنا سألتك هل أجاز رسولك التقية هل سمح لك بالكذب نحن موضوعنا هل محمد رسول أم لا أنت كل دقيقة تقفز إلى موضوع آخر وإذ بك تهرب وتحاول الهرب أنا سألتك سؤال بسيط ماذا خلق الله أولا الشجرة أم النجمة لو كان أمامي طفل صغير لا أجاب لا تستطيع أن تجيب لأنك لو أجبت لفضحت محمد وكشفت أسراره وجعلته صراحة رسولا كذابا ولكن أنت تستخدم التقية كي لا تجيب أنت من تكلم عن عائشة وقلت لك ألستم أنتم من تشكموها وأتمنى وأتمنى يعني ببساطة لو لا أسمح لي المحطة لو ضعت عشرات التشجيلات فالأمامي الآن يعني الكتب شيعية وهي تتكلم عن عائشة ويشرحون كيف تقول الآية وقد صغت أيمانكما صغت أيمانهم أي أنهم قد مات إلى الكفر فهم يتهمون عائشة حتى أنها قتلت محمد اذهب وشاهد فيديو الشيرازي اذهب وشاهد الشيخ الحبيب وغيره 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 يقولون وكل كتب المسلمين الشيعة تقول بأن عائشة وحرصة هم الذين قتلوا محمد وعند كتابك يقول بأن محمد معصوم من الناس وأنتم تقولون أن عائشة هي مجرمة وعائشة هي شريرة فكيف يكون معصوما من الناس وإذ بالله يوقع به بإمرأة شريرة كهذه وتتهمونها بأنها شريرة وتقول أن محمد معصوم بل أنكم انتددتم بالعصمة فجعلتم أولاد محمد معصومون وبالتالي فأنتم من ألأتم البشر أن الشيعة يقوم على حديث يقول بأن محمد قال أتركوا معكم كتابي وعترة أهل البيت أي أن الإسلام ذي الشيعة يعتمد على شيئين القرآن وأفراد أهل البيت أي أنكم ألأتوهم فأصبحوا الله على الأرض فكنا بمحمد واحد فأصبحنا بمحمدات كنا بعلي واحد أصبحنا بعليات كنا بآية الله واحدة سأصبحنا بآيات حتى أنكم سميتم البشر آيات آية الله الخامنئي آية الله استستاني لماذا هم آيات هل لأنهم معصمون نعم لأنكم ألهتوهم وجعلتوهم فوق البشر فهم لا يخطئون وهم لا يشركون ولا هم يفعلون أي شيء آثم وبالتالي أصبحوا فوق البشر ولهذا أنت تأتي ألي وتقول نحن المسيح ألأنا نسيحيين ألأنا البشر ولكن الحقيقة أنتم من ألأنا البشر فالإسلام يقوم على ما قال الله وقال الرسول وبعد ذلك أضاف عليها الشيعة وما قال أهل البيت فأصبح الإسلام خبيصة فلا نعلم من قال وماذا يقول لدرجة أن القرآن ينسخ بالحديث على سبيل المثال أنت كمسلم شيعي تتمتأ وتقول لي أن هذا كتاب من عند الله كيف يجيد رب المسلمين الاستمتاع بالنساء بنفع المال أليس هذا هو الزنا بعينه هل سمح موسى بالزنا هل سمح المسيح بالزنا هل سمحت شكرا أخي كريشان وقتك قد انتهى أنا راح أخذ مكالمة حاليا شكرا أعزائي المشاهدين من انتظاركم على التليفون أخ يوسف مساء الخير تفضل أخ يوسف مساء الخير تفضل إذا ما معي يوسف يبقى أخ علي تفضل مساء الخير مساء الخير سلام عليكم أنا مساء الخير أول شيء يا أخي بكل احترام يعني احنا من مزق على نبينا حيشان ثاني شيء يعني الأخ كريشتين جابه كله محمد كذاب محمد كذاب يا أخي حب حب من جميع الديانات كل الديانات من تصدق بالديانة المسيحية غير الإسلام من يحترف بالديانة المسيحية غير الإسلام يا أخي احنا سلام الله على حيشة ومريم الحذراء احنا من نصدق حيشة ومريم الحذر وليس الديانات الباقية يا أخي حيث حلال أخي كريشتين الشيخ الشام بكل احترام جايحاتي والأخي كريشتين يمزق بالنبينا محمد يا أخي ما يصير ما يصير احنا احنا سلامه على حيشة احنا من نحترف بحيش المسيح احنا من المقربين المسلمين من ناصد احترمون حيشها المسيح السلامة وواحدها حيش المسيح والمريم الحذراء وليس احنا من نمزق المسيح بالحقس يا أخي هذا بكل احترام شكرا شكرا أخي علي تعليقك وصل شكرا أخي يوسف بسال خير مرحبا الشيخ خشام عيب تجيب شعر ما الامره والقيس تقول هذا قاله محمد من جاب دنت الساعة وانشق القمر هذا قصيدة ما الامره والقيس اثنين تقول احنا نحب المسيحيين وين تحب المسيحيين بالقران مالتك آية رقم تسع وعشرين منصورة التوبة قاتلوا الذين لا يمونوا بالله ورسولهم مما ناتوا الكتاب ثم منفجر الكنيسة بغداد وقتل المسيحيين اربعة ما اريد اطول الحديث بس الحديث لانك كذاب اريد احكي وياب طلع كتاب ملاحم ومجازر مال محمد حسان المنير سنة 1856 مؤتمر الإسلامي بجدة ما قلت له سوف اجعله سوف اجعله من مسيحي مصر اما مسيحي احده اما مسلمين ومؤتمر لاهور سنة 1880 ما قررت ويجب ان تكون سنة سنة 2000 انه منطقة شرق اوسط اسلامية 100% ما قتلتوا المسيحيين ما ذبحتوهم اه شكرا اخ يوسف لديك الوقت بدي اخذ بكلمة اخرى شكرا جزيلا تعليقك وصل اخ ابراهيم مساء الخير مساء الخير يا جماعة اتضل مساء الخير الحلقة سخنة اوي اوي وانا بقول حضرة الشيخ بكل امانة كذا انتم يعني سيرة عيشة خلتوها يعني اسوأ امرأة اخلاقيا في الوجود بالاضافة للخلفاء الراشدين فانا بقول له اذا كان محمد ده نبي هل تعتقد ان هو يبقى على واحدة بالكيفية دي او يكون كل اصدقائهم بالاخلاق الواتية دي انتم اخبارهم اخبار الخلفاء حطتوهم في اوضع صورة خلقت في الدنيا يعني الشخصيات سقطة برعنا الكلمة وامرأة وعيشة دي سقطة بكل خلتوها فجرة والفاصل ما قدرش اقولها يعني يكون نبي وعنده الاشكال دي كل اللي حواليه بالشكل ده مش ما اقولها حضر الشيخ حسيني يعني طيب شكرا اخ ابراهيم عزائي المشاهدين وقتنا قد انتهى فاودا اشكر الشيخ خشام الحسيني شكرا جزيلا لموافقاتي لظهور معنا في هذه المناظرة واشكر ايضا الاخ سيد كريشان لظهوره وقبولها ان يكون معنا في هذه المناظرة وحتى نلتقى وياكم استودعكم رعاية القدير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة